زيكوا عاملين يا رب الجماعة يكون بخير عايزين حبة حاجات نعلمها لولادنا اللي هما عندهم 4 سنين ايه الخطة التربوية اللي ممكن امشي عليها مع ابني اللي هو عنده 4 سنين اول حاجة الجانب الايماني ايه الحاجات اللي المفروضة اعلمها لابني في الجانب الايماني اول حاجة حب الصلاة ان انا احببه في الصلاة بان هو يشوفني بصلي ان هو يحاول يقلدني ان انا حاول اجيب له السجادة بشكل معين لو بنت أحاول أجيب لها إزدال شكله حلو لو ولد أحاول أجيب له جلبية شكلها حلو تاني حاجة حفظ القرآن تاني حاجة في الجانب الإيماني إن أنا حاول أحفظه القرآن تالت حاجة إن أنا أسمعه الأسقار أسقار الصباح وأسقار المساء أحاول خليه قرارها معي وأنا بقولها رابح حاجة إن هو يسمع القرآن الكريم معي برضو كبابة أو ماما إحنا القضوة والطفل بيتعلم مننا عن طريق التأليد أو المحاكاة التأليد والمحاكاة كمان ممكن أحاول أجاوبه عن الأسئلة الدينية أحكي له قصص عن الرسول عليه الصلاة والسلام قصص أطفال عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع الأطفال إزاي كمان ممكن أحفظه بعض أسماء الله الحسنة ممكن أحفظه بعض أسماء الله الحسنة كمان أعلمه أو أحكي له قصة عن الرسول عليه الصلاة والسلام على الحيوانات في حبه للحيوانات او في الرفق بالحيوان ده الجانب الايماني للطفل اللي عمره vier سنين حبة حاجات اقدر علم عليه في الجانب الاجتماعي أحاول عرفه قصص عن بر الوالدين ازاي تعامل مع بابا وماما كويس أحاول عرفه حاجات انه هو يحترم بها الكبير احترام الكبير القيم اللي المفروضة علمها له اجتماعيا بر الوالدين احترام الكبير حفظ الامانة ازاي حافظ على حاجة اللي مش بتحته او زا مع حاجة يحفظها رابح حاجة اجتماعيا هي التعاون اعلمه ان هو يتعاون ويساعد حد يساعدني في البيت يساعد اخوه بيلبس يساعد اخته وهي بترتب اللعب يساعد حده وبيرتب الدولاب تمام طيب الجانب الجنسي ان هو لازم يغير لبسه لوحده تغطية نفسه جيدا ان هو دايما جسمه يبقى مضغطي فيه حاجة اسمها اللمس السيء واللمس الحسن عرفوا ان فيه مناطق في جسمك ما ينفعش حد يلمسها ده الجانب الجنسي للطفل اللي عمره اربع سنين خطة تربوية نعملها مع ولادنا اللي هم عمره اربع سنين قلنا الجانب الايماني هنعلمه ايه قلنا الجانب الاجتماعي قلنا الجانب الجنسي دلوقتي الجانب السلوكي الجانب السلوكي التغلب على المخاوف لو حاجة بيخاف منها احاول اطمينه ليها اكتر او اساعده ان هو يبطل خوف منها تاني حاجة حب الحيوانات ان الحاجة يحاول مثلا لو بيدرب القطة او بكده احاول احببه فيها تالت حاجة ان هو يشكر الاخرين يقول كلمة شكرا تمام اه رابع حاجة الصبر احاول اعلمه الصبر عن طريق قصص عن طريق ان هو يقلدني رقم خمسة احاول اقلل حتة الانانية عنده تمام رقم ستة اعلمه القرم اعلمه يدي من الحاجة اللي معاه رقم سبعة اعلمه الانضباط في اللعب الانضباط في اللعب ان هو ما يسرقش انه ما يضربش حد انه ما يقزيش غيره تمام لا يقزي نفسه ولا يقز غيره ده اسمه الانضباط في اللعب ده الجانب السلوكي الجانب المالي الحاجات اللي المفروض اثبتها عند ابني او اعرفه له وعمره اربع سنين في الجانب المالي ان انا لازم اعرفه ايمة الفلوس ان هي مهمة عشان بشتري بيها الحاجات اللي انا عايزها تاني حاجة اعرفه الحاجة الضرورية والحاجة الاختياري ممكن اجيبها وممكن ما جيبهاش فيه حاجات ضروري نجيبها وفيه حاجات اختياري ممكن نجيبها وممكن ما نجيبهاش في الجانب بقى جانب المهارات اعلمه يرتب وينظم حاجته يرتب لبسه يرتب لعبه ينظمها يرصها بشكل معين اعلمه يتحمل المسئولية ان انت مثلا مسئول النهار ده مثلا ان انت ترتب اللعب بتحتك مسئول مثلا ان انت تملى الازايز المية يعني اديله زي ايه اعمال او حاجات يقوم بيها تالت حاجة في جانب المهارات العمل الجماعي ان هو هو اخوه او اخته يعمله حاجة مع بعض رابع حاجة تنمية روح التحدي والمنافسة ان هو يبقى فيه تحدي والمنافسة يلعبوا لعب واللي يكسب ياخد حاجة ويبقى فيه تحدي بينهم ومنافسة اخر حاجة العاب لتنمية الزكاء الطفل اللي هو اربع سنين اشوف العاب تناسب سنه عشان تنمية الزكاء دي خطة تربوية لطفل عمره اربع سنوات في الجانب الايماني المفروض اعلمه ايه في الجانب الاجتماعي المفروض اعلمه ايه في الجانب الجنسي المفروض اعلمه ايه في الجانب السلوكي المفروض اعلمه ايه في الجانب المهارات المفروض اعلمه ايه تمام نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة شكرا